إنه مثلا حد قاله أصراح ما تخليك قاعد معانا فأصراح مش لكن كل الكلام اللي جاننا من هناك إيه؟ إنه هم اللي كانوا بيقنعوا صلاح إنه يسافر بسرعة عشان يلحق يتعالج إن صلاح قبلها بيومين قبل مباراة كافردي بيومين كان المفهود يسافر وقال لهم لا أنا مش همشي لما مباراة كافردي تخلص والله أنا دايما بحاول وأنا بحلل أموري مش بحللها بمنطق الحب وكرة أنا بحب صلاح جدا جدا أعظم لعب شفيته عني وزي ما كتبت النهاردة على تويتر أنا من المحظوظين اللي عاشوا فترة محمد صلاح مع منتقب مصر وفي الكرة يعني بشكل عام بس الحب ده ما يخلنيش محلتش المواضيع بشكل منطقي فين بقى الغلط أنا عايز أمسك الغلط وأنا همشي وارك فيه بس فكرة إنه وتاني من الآخر أنا هقولها بصراحة في خلفيات لها علاقة مواضيع خارج كرة القدم استغلوها بعض الناس عشان يهاجموا محمد صلاح اللي قبل ماتش غانة عايز أطلع في ماتش غانة عشان جالي شد في العضلة لأ ما تكمل وخليك راجل وورينا بقى الرجولة في الملعب وبتاعة طب ما الإسابة دي ما ينفعش أجري بعدها ما يبقى أنت كده بتهزر آه ده إلحى ده مش قاعد عالدكة لأ إلحى ده تلقى قاعد عالدكة إيه ده بصراحة يعني فيه نقطة بقى تانية خالص النهاردة محمد صلاح على كل الأكونت بتاعته كتب الحكاية دي إنه هو بيحب هاتولي التويت تاني يا جماعة إنه بيحبنا أوه إنه برضو بحبها وبحب ناسها حاوله أكتر يعني التويت دي الحرف اللي بيكتبه محمد صلاح بيلف العالم تمام